اشتركوا في القناة في محافظة الدقاهلية فجر اليوم في تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعدد من العناصر الإجرامية والمسجلين خطر بمنطقة ديمشلت دائرة مركز دي كيرنس وكانت معلومات وردت لدباط مباحث مركز دي كيرنس وأكدتها التحريات السرية باتخاذ عدد كبير من المطلوبين أمنيا من تجار السلاح والمخدرات إحدى المناطق المتخمة لقرية ديمشلت دائرة المركز وقرا لهم ولممارسة نشاطهم بعيدا عن أعوان الأمن وقرر اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقاهلية بالتنصيق مع مباحث الدقاهلية وقطاع الأمن المركزي والأمن العام بشن حملة مكبرة على ذلك الوقر لضبط المطلوبين أمنيا لأعادة الانضباط للمنطقة وفرض الأمن والأمان للمواطنين وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث ومدير قطاع الأمن المركزي على رأس حملة مكبرة للمكان الذي يختبئ فيه المسجلون خطر وفور استشعار المطلوبين أمنيا للكوات بادروا بإطلاق النار على قوات الشرطة مما تسبب في استشهاد المقدم محمد حسان بركات قائد الكتيبة الثانية قطاع دعم الشهيد محمد السواح وإصابة إثنين من المجندين فردت قوات الدعم بالرصاص مما أدى إلى مسرع تسع من تجار المخدرات والمسلحين والمسجلين خطر والمطلوب ضدهم وأحضرهم لتنفيذ عدد من الأحكام والقرارات القانونية وتمكنت القوات من ضبط كمية كبيرة من المخدرات نبات الحشيش والبانجو وسبع بنادق آلية وكمية من الرصاص لذات الأسلحة وسلاسة أفراد خرطوش ورصاص من ذات السلاح وأكدت مصادر أمنية أن المتوفيين مسجلين خطر أعزاء المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته